في المواطش الافتتاحي بتعكاس العالم الحالي المعلق التونسي عصامي الشوالي عمل مؤدمة تاريخية بيمدح فيها ويمجد العرب وفي وسط المدح قال جملة حلوة اوية اغلبكم ماخد شوالو منها وهي جملة نحن ما نعلمكم كل شيء واسأله شارليمان عن ساعة هارون الرشيد طيب انت بقى تعرف مين هو شارليمان؟ طب تعرف ايه هي ساعة هارون الرشيد؟ تعال يا سيدي لما احكي لك الخلاصة هارون الرشيد ده كان خليفة المسلمين في عهد الدورة العنباسية وشارليمان ده كان ملك مملكة الفرنجة وامبرتوليتهم اللي هي فرنسا حاليا فكان شارليمان في الوقت ده بيرسل ناس من رجالة ويتعلمهم من العرب كل شيء في بغداد وبعد لما يخلصوا تعليمهم كل حاجة يرجعهم بلدهم تاني بس وهم راجعين هارون الرشيد كان بيبعت معهم هدايا علشان يدوها للملك شارليمان وفي مرة من المرات هارون الرشيد ارسل للملك شارليمان ساعة مائية جميلة جدا مصنوعة من النحاس وطولها اربع امتار والساعة دي كانت بتشغل بقوة دفع الماء جواها فكانت كل ساعة بيسقط منها كورة معدنية فوق قاعدة نحاسية فكانت بتعمل شوت جميل او في القصر والكورة دي كانت بتقع على حسب الساعة وطوقتها يعني مثلا لو الساعة واحدة كانت بتقع كورة واحدة ولو الساعة اثنين كان بتقع كورتين ولو الساعة سبعة كان بيقع منها سبع كورات وهكذا حسب توقيت الساعة في نفس الوقت الساعة دي كان موجود فيها تناشر باب بيخرج منها فارس حسب عدد الساعة ولف ويرجع تاني مكان ما خرج يعني لو الساعة واحدة يخرج فارس واحد ولو اثنين يخرج فارسين ولو الساعة ثلاثة يخرج تلات فرسين وهكذا لحد الساعة 12 يخرج 12 فارس وكانت الساعة دي في الوقت ده حاجة اختراع مش موجودة عند حد في العالم كله من عظمة الساعة دي في الوقت ده الملك شارليمان كان متعجب جدا من نظام الساعة دي وحاول يحل اللغزة وهي بتشتغل ازاي ما عرفش لحد ما الرهبان بتوعه اقنعوه ان الساعة دي جواها شيطان بيشغلها وهو اللي بيحركها بالدقة دي وهو صدق فعلا وجيب الليل وهو وجنوده وجابه فقوس وكسره الساعة عشان يعرفه يحلوا لغزها فكسروها معرفوش لغزها في الاخر ولا هي بتشتغل ازاي وحاول يصلاحها تاني ما عرفش فراح جايب افضل مهندسين عنده وامهر الصناعية والعلماء عشان يعرفوا يشغلوها الساعة دي تاني الى ان كلهم فشلوا محد شاش في صلاحة تاني وساعتها الملك شارليمان زعل جدا جدا خجلا من عظمة العرب وزكاؤهم الغير عادي حتى ان حاشية شارليمان اقترحوا عليه ان هو يبعت للملك هاروني الرشيد يخليه يبعت الوافد من العرب عشان يصلاحه الساعة تاني لكنه رفض خجلا من هاروني الرشيد وقال ماذا سأقول له سأقول له حطمت هدياتك كي اكتشف ما بداخلها ولم استطع اصلاحها مرة اخرى انا وكل المهندسين والعلماء الموجودين في المملكة فتخيل عظمة العرب كانت فين واحنا كنا فين ودلوقتي بقنا فين وبس يا سيدي هي دي الخلاص لا تنسي الصلاة للنبي عليه افضل الصلاة والسلام والاشتراك في القناة ودعمونا بلايك وتفعيل جرس التنبيهات ليسلكم كل ما هو جديد